بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد إن تربية الأولاد في الإسلام عمل صالح عظيم يجازي الله سبحانه وتعالى عليه العبد الجزاء الكبير لماذا؟ لعظم أثر هذا العمل لأن الإنسان إذا أحسن في تربية أولاده أثمر في مستقبل هؤلاء الأولاد وفي أعمارهم وأعمار من بعدهم لذلك كان في الإسلام منظومة كبيرة تربوية وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها في حياته حتى ينشئ جيلا من أبناء المسلمين يتحملون هم هذا الدين يؤدون رسالتهم في إعمار هذا الكون وفي حياتهم وينقلون ما عرفوه لمن بعدهم وكان من أهم الأسس التربوية التي رسخها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التربية بالقدوة كيف يكون الأب قدوة لأبنائه كيف يتمثل الأخلاق الحسنة لعلمه أن أولاده لا يسمعون كلامه بقدر ما يقلدون أفعاله يقلدون أفعاله إن حسنة فحسنة وإن سيئة فسيئة هكذا هي حقيقة الأمر ينتبه لألفاظ كلامه ينتقيها لأن أولاده يسمعون ولأن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك مراقب له وسيحاسبه ينتبه لتصرفاته ويعلم أن أولاده سيقلدون هذه التصرفات كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في بيت عبد الله بن عامر وكان طفلا صغيرا وعبد الله بن عامر هو الذي يحكي هذه الواقعة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادته أمه وقالت تعالى أعطيك يعني أغلقت يدها وأردت أن تعطيه شيئا ونادته فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أردت أن تعطيه قال التمر قال إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة لأن الكذب على هذا الطفل الصغير أمر في منتهى الخطورة قد يبدد أخلاقه قد يصرفه عن الأخلاق الحسنة عن المعاملات الطيبة عن مفاهيم الدين الصحيحة فلابد أن تنتبهي أياتها الأم في معاملة هذا الطفل هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرة الإسلامية الصغيرة قال لها إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة أي إذا ناديتيه وإذا طلبت منه شيئا وإذا وعدتيه بوعد وإذا وعدتيه بمكافأة نفذ ما قلتي افعلي ما قلتي كوني له قدوة لأنه سيقلد هذه الأفعال ثم الوالد والوالدة يربون أولادهم بالمعايشة ما معنى بالمعايشة؟ أن يستسمرون الأحداث لترسيخ المبادئ الصالحة والأخلاق الحسنة في نفوس هؤلاء الأولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا الأمر وهو خير قدوة لنا فيه لما كان خلفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هذا كلام كبير على طفل صغير قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل كي يعلمه أمرا في غاية الأهمية وهو علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى أن هذه العلاقة تبدأ من الإنسان من معاملة الإنسان احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله يعلم هذه الأمور الكبيرة ويستسمر الوقت الذي جمعه بهذا الطفل الصغير لماذا؟ لأنه يربي القيمة فيه يربي الدين فيه يربي التدين فيه يربي العبودية فيه يعلمه كيف يعامل الله سبحانه وتعالى إذا أحسن الإنسان في معاملة الله أحسن في معاملة الخلق لأنه إذا عبد الله بصدق أحسن في معاملاته مع الناس وفي معاملاته مع الكون حتى الجمادات الأشجار عامل الله سبحانه وتعالى فيها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسمر الأحداث أيضا إذا أخطأ هذا الطفل الصغير لا يعنفه لا يقص عليه لا يعاقبه ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ كان يوجه صلى الله عليه وسلم ويستسمر هذا الحدث في بيان الأمر كله في بيان المفهوم في التربية والتعليم سيدنا عمر ابن أبي سلم يقول كانت يدي تطيش في الصحفة يعني يأكل من جميع المواضع على المائدة فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الطعام كافة لم يكتفي بتعليمه الأكل مما يليه فقط وإنما قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك علمه الآداب وعلمه الأخلاق وهذا هو النموذج الذي لابد للمربي أن يحتذيه مع أبنائه في تعليمهم وتأديبهم قدوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين